السلام عليكم حبايب الطلاب السادس الإعدادي وأهلا وسهلا بكم بمحاضرة جديدة من محاضرات اللغة الإنجليزية الصف السادس الإعدادي وبهذه المحاضرة راح نختم الوحدة الأولى بقطعة الكتاب اللي هي مصطفى أحمد أو I'll always be proud of him سوف أكون دائما فخورة به هذا العنوان ما للقطعة ما للكتاب فبالوحدة الأولى خذنا قطعة الكتاب ما زيد طارق وهذه قطعة الكتاب الثانية اللي هي مصطفى أحمد راح بالبداية أنطيك ملخص هذه قطعة الكتاب بعدها راح أنطيك الأسئلة اللي لازم تضبطهن وشلون ممكن السؤال يجيك الصياغ الأسئلة بالإضافة إلى تمرين مهم جدا جدا ويعني الشيء بالنهاية راح يكون بنهاية المحاضرة بالإضافة للوزاريات فاتأكد أن نشوف المحاضرة للأخي بالبداية قطعة الكتاب مصطفى أحمد شن الفكرة مالتها مصطفى أحمد طفل عمره أربع سنوات هذا مصطفى أحمد دائما متعود أنه تيعد أمه وتلبسه وتحضره أوكي فأحد الأيام أمه ما قعدته فاستيقظ وحس أنه فد شيء غريب كذا راح للمطبخ مالقاها راح للحمام أيضا مالقاها بشان شوي متحير ويعني بزل متحير ما يعرف ليش بهذا اليوم ما موجودة والدته فراح بعدها الغرفة النوم مالدها لقى والدته ما تزال نائمة فحاول أنه يقعدها عن طريق أنه يسايحلها يناداها ويهزها هزها لكن ما استيقظت فأنه هو يعرف أنه والدته من يغمى عليها ومن تكون دا يعني في مرحلة دائخة أو بهذه الحالة يعرف أنه هي تاخفت شيء حلو فراح للمطبخ توجه جاب علبة مال الكولة فحاول أنه يشربها لكن ما نجحت الطريقة فاتصل بالطوارئ كان مصطفى بهذه الحالة هو ما متوتر كان هادئ خابر مباشرة من اتصل بالطوارئ قال لهم أنه والدتي مريضة وتحتاج إلى طبيب فسئلوا عن العنوان مالته ومنطاهم العنوان وبعد ربع ساعة أو 15 دقيقة أجابته طبعا عاملت طوارئ عن الاتصال وقللها بالعنوان فبعد ربع ساعة أجوا لكن شلون يفتح لهم الباب من يفتح لهم الباب مصطفى عمره أربع سنوات ووالدته فقط موجودة فصعد خلا كرسي وصعد فوق الكرسي فتح لهم الباب مباشرة المسعفين دخلوا للبيت صعدوا لغرفة النوم مالتها لقوها نائمة ومباشرة أحد شافوها يعني فاقدة للوعي فواحد منهم عرف شاف أنه يعني هاي الكارد اللي هي بطاقة ما لمرضى السكري فعرفوا أنه هي مصابة بالسكري ففاقدة الوعي مرضى السكري حتى يحافظون بعدهم نسبة من السكر معينة حتى يحافظون على هاي النسبة ياخذون الإنسولين أو الإنجكشن أو الإنسولين اللي هي حقنة الإنسولين تحافظ على مستوى السكر هذي بينما إذا فقدت الوعي معناها السكر معنتها نزل فاش تحتاج من حقنة إنسولين وإنما تحتاج إنجكشن أو بلوكوز زين فتحتاج إلى سكر فأمطوها حقنة حتى شنو حتى تريغين هير كونشيسنس حتى تستعيد وعيها فبهذا طوها الحقنة واستعادة وعيها والد مصطفى ما موجود ليش لأن كان في عمل بعيد ففقط مصطفى كان شخصا وحيدا اللي ممكن أن يساعد والدته فساعدها وانقذها استعادة وعيها بعد ما طوها الحقنة هذي فقالت أنا دائما فخورة بمصطفى كان يعني هادئ وذكي أد ما كان يجب عليه أن يكون كذلك فهي دائما فخورة بمصطفى وبي اللي سواه مصطفى هذه قطعة الكتاب مصطفى أحمد باختصار خلي الروح حسي لترجمة القطعة ونشوف الترجمة وياكم الترجمة مهمة جدا بصراحة حتى شنو حتى تعرف الفكرة وتعرف المصطلحات اللي موجودة بالأسئلة أو بالقطعة حتى ممكن بالوزارة إذا غير لك صيغة سؤال معين أو غير لك صيغة سؤال أنت شنو؟ أنت ما راح ترتبك أنت راح تجاوب بشكل مضبوط وبقطع الكتاب بالوزارة دائما يكتبون ملاحظة بالأجوة النموذجية لأنه لا يحاسب الطالب على الأخطاء الإملائية فأنت على الخطأ الإملائي ما تحاسب لذلك أهم شيء تنطي فكرة مضبوطة فأنت ممكن أن سؤال أنت تعرف الفكرة مالتها ممكن تجاوبه حتى لو يصير عندك خطأ إملائي هذا ما تحاسب عليه وتأخذ درجة كاملة فخل روح إلى ترجمة قطعة الكتاب مصطفى أحمد سوف أكون دائما فخورة به أقرأ المقالة واختار أفضل عنوان طب الحديث انقذها ابنها ذو الأربع أعوام أو أربع سنوات كيف تنقذ الهواتف الأرواح هذه عنوان ممكن نشوفها أفضل عنوان لها بعد ما نقراها القطعة ونترجمها عندما استيقظ مصطفى أحمد كيف تنقذ الهواتف الأرواح ذهب مباشرة من سريرة ورح يذهب حتى يبحث عن والدته كان متحير قليلاً لأن كانت عادة انو تجي لغرفته أول شيء بالصباح و تساعده و تساعده و تساعده و تساعده و تساعده و تساعده بلبس ملابسه لا اعرف لماذا لم تكن هناك مباشرة أفضل في أبريل ما عنده أي فكرة أنو ليش ما كانت والدته موجودة بذلك الصباح المشمس في أبريل الشهر الرابع يعني راح يدور عليها بالمطبخ ممكن احنا دائماً نضيع والدتنا راح ندور بالمطبخ هم نترس البطن مالتنا و هم زيان ما كانت لها اي دليل او علامة انه لا قدر مشتغل لا كذا زيان وكان الحمام ايضا شبيه فارغ ثم افتح باب غرفتها و هو شافها انه ما تزال نائمة هو حاول انه يعني يقضها او يقعدها لكن عن طريق هزها و مناداتها بطنو افيل لكن بدون جدوى يعني ما قادت لسبب ما ما قدر يقعدها او يقضها من نومها لطيفة مصطفى's mother ام مصطفى لطيفة suffers from diabetes تعاني من مرض السكري this means she has to control her blood sugar with injections of insulin يعني انه هذا يعني انه هي عليها انه سيطر على مستوى سكر الدمالتها بحقن الانسولين but sometimes لكن بعض الاحيان the levels of sugar in her blood drop too low لكن مستوى السكريات بعض الاحيان شبيه تنزل يعني جدا زيلا and then she can lose consciousness وبعدها ممكن تفقد الوعي that's what had happened وهذا ما حدث during the night خلال الليل لطيفة's blood sugar had dropped very low سكر دمها شبيه انخفض خلال الليل and she had lost consciousness وفقدت وعيها without help she could have died in a few hours بدون مساعدة بدون مساعدة بدون مساعدة مصطفى خلينا نكون محددين والمسافين she could have died in a few hours كان ماتت أو يعني مزيم مصطفى's father was away on a business trip كان والد مصطفى في رحلة عمل بعيدا so مصطفى was the only one who could help her لذلك كان مصطفى هو الشخص الوحيد اللي ممكن انه يساعد والدته مصطفى knew that when his mother needed sugar quickly she usually drank something sweet يعرف انه عندما تحتاج الى سكر بسرعة يعني دائما تشرب something sweet شيء ما حلو so he went back to the kitchen لذلك رجع للمطبخ took a can of cola out of the fridge اخذ علبة كولا من الثلاجة ازيان حاول انه يقعدها او حاول ان تشربها تشرب العلبة مع الكولا بعد ما سكبت الكثير من الكولا على البد مالتها وما قدر حاول انه خطة ثانية اللي هي لحسن الحظ لسبوع اللي قبله بيبيته او جدته علمتها انو شلوني خابر سكبر بيبيته ف لطيفة بيبيته قالت انا ما اذكر عيشي عن هاذه ولكن مصطفى مزيد على الماعدة بيبيته لكن مصطفى خابر الاطفاء بينافسه سافيا خوري يعني جاوبته كان الطفل شبيه هادئ قال لهم فقط انه امي مريضة تحتاج الى طبيب سألت عنوانه وهو اعطاني العنوان وصلت الغيارة الاسعاف بعد مصطعش دقيقة كان على مصطفى ان يسعد على كرسي حتى يفتح الباب للمسعفين وصلت مباشرة للاطيفة فاقدة للوعي and spotted her insulin user's identity card شاهدوا بطاقة استخدامها للإنسولين then they knew at once that she was diabetic وعرفة مباشرة انها مريضة بالسكري and gave her an injection وانطوها injection an injection to regain or to raise her blood sugar level حتى ت regain consciousness فلطيفة regained consciousness very quickly استعادت وعيها بسرعة I'll always be proud of مصطفى لطيفة says قالت لطيفة انه دائما سوف اكون فخورة بمصطفى he was calm and intelligent when he needed to be كان هادئ وذكي وما كان يجب علي ان يكون كذلك and that's how he saved my life وهذا كيف انقذ حياة هذه بالنسبة للقطعة وترجمتها والبس تايتل أو أوضل عنوان نقدر نقول عنه هو saved by her four year old son يعني انقذت من ابنها ذو الأربع سنوات هذا أفضل عنوان نضي للقطعة بالنسبة للأسئلة عندي امرتب لكم تقريبا 16 سؤال ذنني لازم تضبطن ممكن سؤال يجيك بأكثر من صيغة أكثر من طريقة هس راح نتعلمهن ونضبطن السؤال الأول هو كم أمر مصطفى أحمد أمره أربع سنوات مصطفى أحمد تقول او تقدر تقول او تقدر تقول او تقدر تختصرها تريد تخليها كاملة هذا بالنسبة للسؤال الأول شك으�ت أمر مصطفى هاو عدت مصطفى؟ او هاو عدت مصطفى؟ أحمد تقول هو 4 عام كما كان الدايرة كما كان المصطفى أمر مصطفى وكيف؟ what was the first thing Mصطفى did when he woke up and why شن الشيء الاول اللي سواه مصطفى عد ما استيقظ وليش شه تقول تقول يعني نهض مباشرة من سريرة وذهب ليبحث 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 ذهب مباشرة من سريرة حتى يبحث عن أمه ليش؟ ليش؟ هذا السبب ليش؟ أو إذا يقول لك نفس السؤال ليش؟ ليش؟ أول شيء سواهي شيء؟ أو ليش كان متحيق؟ لأن كانت أول شيء سويت روح لغرفة أول شيء لأن كانت أول شيء سواهي 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 طريقة سواهي وإن كانت أول شيء سواهي حتى يلبس حتى يلبس؟ ماهو يلبس؟ في هذا السؤال مهم جداً إذا أقل لك يعني نهض من سرير مباشرة حتى يبحث عن والده إذا أقل لك فالصيغة الأولى شن الشي اللي سوى أول شي مصطفى لأنه دائما تجي لغروبته مصطفى متحير قليلا هو نفس الجواب هذا ما للـ why because 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 his mother أو because بدي قل لها into his room first thing in the morning لأنه دائما تجي أول شي والدته شنو first thing in the morning okay walk him فارجة تغلي walk him up to قاعدة and helped him and helped him walk him up زيان هذا السؤال الثالث هو يعني جزء من السؤال الثاني ممكن نقول عنه فإذا قلت لك how old is مصطفى أحمد تقول he is four years old he is four years old he is four years old what was the first thing مصطفى did when he woke up and why what was the first thing مصطفى did when he woke up and why شنو أول شي سوا مصطفى and why لماذا تقول he got straight out of his bed to look for his mother why because she normally came into his room fasting in the morning woke him up and helped him to get dressed why was مصطفى a little puzzled نفس الwhy ما هذا سبب ليش أنه أول شي سوا راح مباشرة من سريرة حتى يبحث عنه هو نفس السبب أنه ليش كان متحيئ تقول because she normally came into his room first thing in the morning woke him up and help him get dressed بس هذا السؤال الأول والثاني والثالث خلي نشوف السؤال الرابع الرابع شي يقول لك يقول لك where did where where did مصطفى find وجد أين وجد مصطفى his mother أمه تقول الجواب راح يكون he found he found asleep in her bedroom he found her he found her وجدها asleep نائمة in her bedroom تقدر تختصرها ب in her bedroom in her bedroom where did مصطفى find his mother in her bedroom where did مصطفى find his mother in her bedroom 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 حتى بالمحاضرة انت تضبط الاسئلة معلتها السؤال الخامس هو السؤال الخامس شي يقول يقول ممكن ممكن هاي نفسها زين قبل السؤال الخامس ممكن نفسها يقول لك مصطفى found his mother بدل her found his mother in the kitchen غلط true or false تقول false مصطفى found his mother ما قال لك in the kitchen in the bathroom i'm false مصطفى found his mother in her bedroom true or false true زين ممكن يجيب لك على شكل فراغات مصطفى found his mother in the kitchen اقول false مصطفى found his mother فالس مصطفى found his mother in her bedroom في غرفة نوتها اقول true اخاف اجيب لك على شكل true false انتبه لها سؤال الخامس what did مصطفى try to do to his mother and how how اجحاول اجحاول انو يسو مصطفى لوالدته زين و لماذا what did مصطفى do to his mother سوى مصطفى لوالدته and how and how he tried to wake her up by shaking her and calling but to no avail for some reason he couldn't wake her up ايش حاول اول شي حاول انو يقعدها عن طريق حزها ومناداتها لكن to no avail for some reason he couldn't do that or he couldn't wake her up منو ما قدر يقعدها but what did مصطفى do to his mother and how he tried حاول he tried to wake her up to wake her up by shaking her okay عن طريق حاول انو قاعدها عن طريق shaking her then shaking her and calling shaking her يعني هزها and calling ومناداتها okay but but to no avail to no avail يعني شنو جدوة okay بدون جدوة يعني بدون فائدة he for some reason تقدر هنا تقول for for some reason لسبب لسبب ما he couldn't wait couldn't wake her زين زين فذا كلك what did مصطفى do to his mother and how سوى مصطفى لوالد تو كيف تقول بحاول بحاول انو يقعدها او يقضها باي العفو هنا باي بواسطة او عن طريق shaking her انو هزها and calling ومناداتها فارزة but to no avail لكن بدون جدوة for some reason احنا هذي f خوف ما مواضح اجكم for some reason ها جملة جديدة طبعا for some reason لسبب ما he couldn't wake her up انو لم يستطيع ايقاضها ما قدر انو يقعدها هذا السبب زيان هذا السؤال الخامس what did مصطفى do to his mother and how ماذا فعل مصطفى لوالدته وكيف he tried to wake her up by calling by shaking her and calling but to no avail he couldn't wake her up ما قدر انو اقعدها for some reason he couldn't wake her up لسبب ما هو ما قدر اقعدها فاذا سألك what did مصطفى do to his mother and how ماذا فعل مصطفى احمد لوالدته وكيف تقول هاوالده تحاول 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 حاول انو قاعدها by shaking her and calling and calling يوم 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 مصطفى مصطفى from يقول لك what does مصطفى as mother mother سفر سفر موسفر جمع سفر سفر فرم يعني تعاني من فرم من ماذا تقاني والدة مباشرة تقول تقدر تقول بس كلمة يعني السكري يعني الصفة انه هذا مصاب بداية السكري وهذا مرض السكري سؤال مهم ايضا زين يعني السؤال السابع هو زين يقول لك أحفظ السؤال ماذا على مرض السكري يفعلوا كل يوم تقول عليهم ان يسيطروا على يعني مستوى سكر شنو دمهم ماذا على مرض السكرين يفعلوا كل يوم تقول عليهم ان يسيطروا على مستوى السكرين يفعلوا كل يوم عليهم ان يسيطروا على مستوى سكر دمهم عن طريق شنو حقناة الإنسولين بعد إذا لح عليك وقال لك what do Diabetics have to do every day they have to control their blood sugar with injections of insulin خافي لعبك يقلك Diabetics have to control their blood sugar with injections of مثلا مثلا مو insulin of glucose غلط خافي جيب لك يسيطرون وياما خافي جيب لك مثلا أو أي شي حقا كذا لا أقل يسيطرون على السكر مالتهم عن طريق injections of insulin حقناة الإنسولين يا حقن خافي قل لك ياها هذا رح ليش كانت تاخذ injections of insulin تقول حتى سيطر على مستوى سكر يعني دم مالتهم الناس اللي حانون من السكري يأخذون حقا الإنسولين حتى يسيطرون عن السكر طبعا صيغة الوزارة ممكن تجي بهذا الصيغ ممكن يقلك حقا الإنسولين بس يقل لك تستخدم بس ممكن من صيغر سؤال ثامن لماذا كانت والدة مصطفى شبيه شبيه ان كونشيس و مصطفى ز ماذر ماذر ان كونشيس ان كونشيس شبيه ان كونشيس فاقد للوعي تقول بكوز هر بلد شغر هد دروب بلد شغر هد دروب بلو لأن سكر دمه شبيه خفض جدا بكوز هر بلد شغر هد دروب بس بكوز هر بلد شغر هد دروب بلو بكوز هر بلد شغر هد دروب بلو مصطفى ز ماذر مصطفى ز ماذر ليش كانت والدة مصطفى ان كونشيس فاقد الوعي بكوز هر بلد شغر هد دروب بلو لأن سكر الدم ما لتن خفض جدا بكوز هر بلد شغر هد دروب بلو بعد واي وز مصطفى ز ماذر ان كونشيس بكوز هر هر بلد شغر هد دروب بلو بكوز هر بلد شغر هد دروب بري لو لأن سكر دم هاش بي انخفض جدا إذا لح بعد وقال لك واي وز مصطفى ماذر ان كونشيس ليش كانت أم لأن مستوى سكر دم هات انخفض جدا بعد ممكن يقول لك ممكن هذا نفس الصيغة يقول لك مصطفى مصطفى ماذر يعني اذا قال لك مصطفى قال لك بدل شغر خلالك يعني ضغطها مو سكرها مستوى السكر مالتها سكر الدم اكو شغر اللي هو سكر الدم و ضغط الدم فرق بين سكر الدم وضغط الدم هو فقال لك مصطفى مستوى ضغط ام مصطفى خفض جدا قال لك شغر نحن شغر مالتها نخفض شغر اللي هو نزل فهذي شنو هذي مو صحيحة فولس زين خاف اجيب لك على شركة وجايبها هو بالوزاري زين سؤال التاسع التاسع قال لك الشخص الوحيد اللي ممكن انه يساعد والد تليش لانه والد كان في رحلة زين بعيدة لأنه كان بعيدا بزنس ترب عن بزنس او بس ترب بتقول عادي بزنس ترب يعني معناها رحلة عمل بكوز خلي البي هنا حرب كبير بكوز هز فاذر وز او وي بكوز هز فاذر لانو والد وز وي كان بعيدا بزنس ترب بكوز هز فاذر وز وز وي او بزنس ترب ليش قلك اذا قلك واي وز مصطفى و كد حال بزنس مالر ليش كان مصطفى الشخص الوحيد اللي ممكن يساعد والد بكوز هز فاذر لانو والد وز او بكوز هز فاذر وز وز كان بعيدا بزنس ترب بس بكوز هز فاذر وز وز او بز ترب بكوز هز فاذ وز 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 ترب زين هذا بالنسبة للسؤال التاسع العاشر هذا الصيغة عيض يقلك ودد هذا الصيغة نفسها مالوزاري ودد مصطفى try to do to do to his unconscious unconscious mother at first tried حاول انه he tried حاول he tried to make her drink he tried to make her drink حاول انه يخليها تشرب a kind of cola شبيه but he couldn't لكن هو لم يستطيع but he couldn't لكن هو لم يستطيع he tried to make her drink a kind of cola but he couldn't حاول انه شرب ها علبة من الكولا لكن هو لم يستطيع شو عن ذلك العاشر او الهدعش وين مصطفى couldn't help his mother he هذا مهم ايضا وين مصطفى عندما مصطفى وين مصطفى couldn't وين مصطفى couldn't help help his mother he فراغ يقل لك بس هيد شي بوع بعد الفراغ اكمل اتقول هي اتقول اتجواب ما قدر couldn't help his mother ما قدر يساعد هاي فراغ اتقول he decided يعني قرر on another plan قرر خطة اخرى another plan اللي هي شنو شارح اتقول to call the emergency services شارح هذي معناة ريضيف decided on another plan ياهي اللي هي to call to call and يتصل to call the emergency services emergency زيان emergency services to call the emergency services decided on another plan حاول خطة اخرى to call the emergency services حتى يتصل بخدمات الطار نروح خطة اخرى to call the emergency services services هي خاف احنا شفتو هذي جانا زيان هذي services he decided on another plan قرر الخطة اخرى to call the emergency services يتصل بأدمات الطوارئ نروح للسؤال الاثناعش الاثناعش يقول ماذا أخبر مصطفى عامل الطوارئ ماذا أخبر مصطفى the emergency operator اللي هو اللي هو عامل الطوارئ ماذا أخبر مصطفى مصطفى told the emergency operator his mother was sick and she needed the doctor كلها بس مصطفى مصطفى that 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 انه his mother his mother was sick انه والد تشبيه sick مريضة and she needed a doctor and she needed 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 a doctor اخبر مصطفى اخبر عامل الطوارئ انه his mother was sick بس تقدر تقول his mother his mother was sick انه والد تشبيه his mother was sick and she needed the doctor وتحتاج الى طبيب his mother was sick and she needed the doctor his mother was sick and she needed the doctor his mother was sick ودد مصطفى tell the emergency services قلل لهم للأمرجنسي services قلل لهم his mother was sick انه والد تماريضة and she needed the doctor وتحتاج الى طبيب بس هذا اللي قلل لهم السؤال الـ 12 هذا طبعا مصطفى ممكن يجيب لك على شكل فراغ مصطفى told the emergency operator that مصطفى told the emergency operator that فراغ تقول his mother was sick and she needed the doctor ممكن يجيك على شكل الفراغ بنتبه لك السؤال 13 how did مصطفى كيف مصطفى open فتح the front door الباب الامامي المن للمسعفين for the رامدكس من رامدكس كان علي كان علي شبيع ان يسعد على كرسي حتى يفتح الباب مثل ما قلنا هي مصطفى بس تقدر بس تقدر تقول حتى يفتح حتى يفتح الباب الامامي هي موجودة حدك to open the front door for the رامدكس موجودة بالسؤال to open the front door for the رامدكس for the رامدكس اللي هي المسعفين رامدكس بس تقول he had to stand on a chair he had to stand to stand on a chair علينا يسعد على كرسي to open the front door for the رامدكس عتى يفتح الباب الامامي للمسعفين he had to stand on a chair to open the front door for the رامدكس he had to stand on a chair to open the front door for the رامدكس السؤال هذا ممكن يقول لك يا مصطفى had to stand on a chair او شون يقول لك يا جايبة بالصيغة الات هي بالامتحان مصطفى had to stand on a chair to مصطفى had to stand on a chair to فراغ ممكن يقول لك بها الصيغة two فراغ تقول open the front door for the رامدكس حتى يفتح الباب الامامي لل رامدكس ها ممكن يجيب لك على شكل فراغ بهذا الصيغة فانتبع عليه ممكن يقول لك مصطفى had to stand on a chair to for rاغ open the front door for the paramedics بها الصيغة ممكن يجيب لك ياب الامتحان الوزار فانتبع عليه سؤال سؤال الاربعتاش ودت برامدكس how did برامدكس know that مصطفى was diabetic شلون عرفوا ان الوالدة مصطفى مصابب بالسكر يبقى لمحاول her insuline's identity okay card من الانسلين ما لات هاي البطاقة الانسلين how did the برامدكس how did the برامدكس know عرفوا شلون عرفوا that مصطفى زماذر شبيهة was diabetic was diabetic شلون عرفوا انه هي diabetic because اقول they spotted her insulin user's identity card they spotted لمحو they spotted لمحو her insulin users identity card card they spotted they spotted her insulin users identity card they spotted her insulin users identity card no and no al- la- i- 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 كيف المسعفين تريد لطيفة شلون آلجة و لطيفة هتقول The paramedics treated لطيفة by giving her an injection to raise her blood sugar نقول المسعفين treated آلجوا لطيفة by giving her an injection عن طريق by giving her أعطائها by giving her أعطائها an injection أو injection of glucose glucose injection يعني حقنا أوكي عن طريق to raise her blood sugar level كيف هك عادي بتقدر اضيفه ياها to raise to raise her blood sugar level هذه النقطة The paramedics treated لطيفة by giving her an injection عن طريق أعطائها injection حقنا to raise her blood sugar level حتى يرفعون مستوى سكر دمها جيد السؤال الأخير السطعش لماذا الأم فخورة بمصطفى السؤال السطعش والأخير لماذا كانت الأم فخورة بمصطفى؟ الجواب سيكون كان أيضا البشر لأنه كان حادئ وذكي وأنقذ حيااتك بحرِ كبير بعقنا بحرrique لأنه بحرِ كبير كال diagnostic قال كال قال فارزة intelligent and he saved her life and he saved her life because he was calm, intelligent and he saved her life because he was calm, intelligent and he saved her life لأنه كان calm, intelligent ذكي and he saved her life and he saved he saved he saved her life وأنقر حياتها لأنه كان intelligent ذكي and he saved her life وأنقر حياتها وأنقر حياتها هذه الأسئلة اللي على القطعة هذه الوزاريات قدامكم هن كلهم من الأسئلة كل الوزاريات لحد الثلاثة وعشرين التمهيدي هذا كل هن هن وراحطيكم انتحان بيهن بنحانة المحاضرة فعدي آخر شيء تمرين بسيط هذا التمرين طبعا تمرينين تمرين الأول بي بالدرس العاشر أو الوحدة الأولى Surprised Puzzled Surprised Puzzled هذا جدًا وزاري جدًا مهم لا حلقك مع جدًا Surprised Puzzled Surprised Puzzled Surprised Puzzled Surprised Puzzled Surprised Puzzled Pushing Shaking Pushing Shaking Pushing Shaking Pushing Shaking Pushing Shaking Pushing Shaking Without Success To No Avail Without Success To No Avail Without Success To No Avail بالنفس المعنى معنى متقارب Without Success بدون نجاح To No Avail بدون جدوى Pushing Shaking يهز يدفع Surprised Puzzled متحير Surprised Shaking يهز Pushing Without Success بدون نجاح To No Avail بدون جدوى Lose Consciousness Lose Consciousness يفقد الوعي Faint يغمى علي Faint Lose Consciousness Faint Lose Consciousness Faint Lose Consciousness Dropping Spilling Dropping Spilling The Police Fire Department Ambulance The Emergency Services The Emergency Services Medical Helpers Paramedics Medical Helpers Paramedics Medical Helpers Paramedics Woke Up Regained Consciousness Woke Up Regained Consciousness Woke Up Regained Consciousness woke up regained consciousness surprise puzzle yellow eye surprise puzzle surprise puzzle surprise puzzle good pushing shaking pushing shaking pushing shaking good without success to no avail without success to no avail without success to no avail ممتاز هسه faint lose consciousness faint lose consciousness faint lose consciousness ممتاز هسه dropping spilling dropping spilling ممتاز هسه the police fire department ambulance the emergency services the police fire department ambulance the emergency services police fire department ambulance the emergency services ومتاز ممتاز ممتاز بس حسا هذا التمرين ضبطنا هذا وزاري مهم جدا لازم الضبطة تمرين بهذا مجرد انه ترتب النقاط مع الاسئلة مع القصة هذي قطعة أول شيء بوي فايند دايبتك ماذر انكنشاس وجد أمه انكنشاس عرقم واحد ثنيا بوي تريز تيكيف ماذر سويت رينك حاولي يطيحها شي حلو ثالث شيء خابر الاسعاف او خدمات الطوارئ بعدها وصلت الطوارئ خمسة فتح لهم الباب ستة انطوها حقنا سبعة ماذر استعادة وعيحة فهذا كل ما في المحاضرة هذه مصطفى أحمد أخذنا ملخص القطعة ترجمنا القطعة أخذنا الاسئلة السطعش لاني كلهم مهمات لازم اتضبط ان كل الوزاريات وطلعنا على الوزاريات وأخذنا تمرين مهم جدا اللي هو مال المرادفات هذا لازم اتضبطه وراح سوي لكم امتحان بالاسئلة الوزارية وكذلك بالاسئلة الوزارية كذلك بالمرادفات المرادفات يجيبو لكم ياهم بالصيغة هذه مثلا يقول لك بوشين شيكين فارزة وداوت سيكسس فراغ شو سيصير؟ زين بهذا الصيغة ممكن يجيبو لك ياه فراح سوي لك امتحان رابط الاختبار راح اخذلكم ياه بصندوق الوصف تختبر نفسك وتعتبر مراجع اليك حتى الضبط هذا القطعة المهمة جدا فهذا كل ما في محاضرتنا لهذا اليوم نلتق ان شاء الله بمحاضرة أخرى مع ألف سلامة